ننظم مجلس الطفل التابع لجمعية الفجير الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع أكاديمية الفنون الجميلة فعالية بعنوان مواهب ومرح للأطفال وذلك ضمن خطة للاستفادة من فترة إجازة الربيع بتنمية مهارات الطفل لمعرفة المزيد مشاهديننا خلونا نتابع معكم هذا التقرير نحن من أهدافنا نحن نزور المؤسسات والمراكز اللي تهتم بالطفل وخاصة إذا كان فيه سقل للمواهب وتنمية لهم فليش لا يعني ما يكون لهم فرصة للطفل أن يتعرف على هالأماكن ويمكن يعني ينمي موهبته في هالمكان مجلس الطفل هو عبارة عن أنشطة اللي كانت ست سنوات تقريبا وكانت هاي الفكرة جد على يوم الطفل العالمي من أهدافها هي أن تهتم بالتوعية الثقافية الاجتماعية للطفل والأسرة ساعدنا اليوم في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة باستضافة مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ضمن فعاليات مواهب ومرح وهي مبادرات لطيفة وجميلة منهم تعمل على تنمية قدرات الطفل واستغلال وقت الأجازة وذلك حصا لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية لأن يكون هناك تعاون مستقبلي بينها وبينها الأكاديمية وإن شاء الله ستكون هناك أقسام جديدة ستفتتح في أكاديمية الفجيرة للفنون حب الوطن ما هم جرة حكاية أو كلمة تنقال بعذا بسلوب حب الوطن إخلاص ومبدأ وغاية تبصر بها عيون وتنبض بها قلوب حب الوطن إحساس يملح شاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة